أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام نقدم لكم إحاطة موجزة لأهم الأنباء ونبدأها بالعناول عصابات الأسد تستهدف بالمدفعية غرب حلب وتخسر عنصرا شمال اللاذقية وهجمات مجهولة تكبد ميليشيا الأسد خسائر بشرية في درعا والرقا وفاة طفل غرقا في نهر الفرات شرق حلب وإصابة مدنيين بحادث سير شمال إدلب وصحيفة عالمية تتحدث عن اتخاذ روسيا قرارا بوقف دخول المساعدات للشمال السوري شنت عصابات الأسد قصفا مدفعيا على قرية كفرعمة بريف حلب الغربي واستمر القصف لأكثر من ساعة رافقها استهدافات بسلاح الـ AGC دون ورود أنباء عن إصابات في حين قتل عنصر للعصابات وأصيب آخر استهداف ما بالأسلحة القناصة من قبل الفتح المبين في جبل أبو علي شمال النذقية استهدف مجهولون بعبوة ناسفة المساعد محمد حلوى التابع لميليشيا المخابرات الجوية بالقرب من دوار الحمامة بدرع المحطة ما أدى لإصابته مع مرافقه بجروح بليغة حيث جرى نقلهم إلى مشفى درع الوطني بينما قتل عنصران وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم مجهول على نقطة مراقبة عسكرية في جبل بشيري جنوب شرق الرقة نجحت فرق القوص التابعة للدفاع المدني من العثور على جثة طفل غرق في نهر الفرات قرب مدينة جرابلوس بريف حلب الشرقي وفي سياق آخر أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لحادث سير على طريق كالبيت باب الهوى بعد انقلاب سيارتهم عملت فرق الدفاع المدني على إسعافهم وإزاحة السيارة عن الطريق قالت صحيفة الشرق الأوسط أن روسيا أبلغت الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لدى انتهاء مدته في العاشر من شهر تموز المقبل وكان الاحتلال الروسي قد صرح مرارا بضرورة حصر دخول المساعدات إلى سوريا عن طريق إصابات الأسر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الإحاطة نتركه في أمان الله